البلوك دياجرام الاساسي بتاع الاترساون الامجينج معتمد ان في عندنا بلوك كده ما سميه الانرك فرونت اند ده اللي بيبقى فيه ترانسميتر وفيه الريسيفر الحاجة اسمها ترانسميتر بين فورمر والريسيفر بين فورمر والحقيقة ترانسميتر بيبعت من خلال يعني ترانسديوسر بيبعت انرجي للجسم وبعد كده بيستقبلها تاني من خلال الترسويتش الموجود هنا بيداركت السيجنال الرجعة لحاجه اسمها تايم جين كمبنسيشن عشان يدي امبليفيكيشن للسيجنال الرجعة وبعد كده بيشتغل يعمل بين فورمر للسيجنال بتاعته وبعد كده يبعتها جوه في الكمبيوتر اللي هو البيك اند بتاع السيجنال بتاعنا عشان يريكونسركت الصورة ويعرضها على الديسبلاي الجزء بتاع السيجنال بيعتمد انه هو يغير بعض الحاجات في الترانسميشن والريسابشن بين فورمينج وكل البلوك ديجرام اللي فاضل بعد كده اللي هو سواء كان الجزء بتاع ديشتر باك اند او اليوزر انترفيس بيفضل زي ما هو اللي بيحصل عندنا بالنسبة للالترا ساوند ايميجيج ان احنا بيبعندنا الري ترانسيجيوسر بالشكل ده كده وبنختار في مجموعة من الألمانس بنعمل حاجه اسمها ألمانس سيلكشن بيختار حاجه اسمها اكتف جروب الاكتف جروب دوت هو ده اللي بيبعت ويستقبل وبعد كده بنحاول ان احنا ناخد المجموعة السيجنال اللي احنا بعتناها واستقبلناها دي بيسك ناخدها ونحاول نعمل بيها حاجه اسمها بين فورمينج عشان نطلع حاجه زي خط في الصورة ففعليا كل واحد بالاكتف جروبس دي بتدي دينا وان لاين في الصورة لو كان الليينيار فورمات لو كان دي شكل ترانسيجيوسر بالشكل ده يدينا خط كده بالشكل ده لو كان شكله في الاخر مجموعة الخطوط دي زي ما احنا شايفين كده هي اللي بتكون الصورة طبعا نحن ناخد اكتف جروب وبعد كده ناخد اكتف جروب وهكذا وكل اكتف جروب بيختلف عن التاني فون المنت يعني ببتدي مثلا لو فاردر عندي هنا فايف المنتز بعمل بهم ترانسيجيوسر ببتدي من واحد للخمسة وبعد كده من اثنين لستة ومن ثلاثة لسبعة وهكذا لغاية لما وصل لغاية الاخر خالص في اخر الري كله خالص عدد الخطوط هنا بيعتمد على العدد بتاع الالمنتز الموجودين وعدد الاكتف جروب او عدد الالمنتز في الاكتف جروب بتسوي كام فطبعا بنتكلم على ان احنا بنعمل الكلام ده علشان احنا لو استعملنا المنت واحد بس في الترانسيجيوسر عادة الريزولوشن ما متبقاش كويسة لتيجة لان طبعا احنا شوفنا في الفري اوبتيكس ان الفيلد بتاع يعني الفيلد بتاعنا بتاع ابتشر بيبقى هو الفري ترانسرميشن بتاعها فلما باخد element شكله صغير قوي بيطلع لي الفيلد بتاعه كبير قوي مع معناه ان احنا عندنا الخط بتاعنا هيبقى thickness بتاعه كبير يعني الريزولوشن بتاعتنا هتبقى وحشة فاحنا بنحاول نستعمل عدد من الالمنتز عشان نحاول نحسن الريزولوشن بتاعتنا في الريزولوشن في الالتراساون طبعا احنا بنتكلم على الموضوع بتاع element selection ده بيحصل بنفس الشكل هو هو بالزبط في linear و curvilinear arrays مفيش اي اختلاف خالص الاختلاف الاختلاف الوحيي بين linear و curvilinear arrays ان احنا ربما ناخد الخطوط بعد كده ونبني بها الصورة بنكونسيدر بتاع الريزولوشن بتاع الريزولوشن واحنا بنعمل الصورة البيم فورمين بقى نفسه الحقيقة هو الجزء من السكانر اللي بيحدد او بيدتورمين الشيب والصيز والبوزيشن بتاع الالتراساون بيم باي كنترولين الالكتريكال سيجنال تو and from the transducer array elements يعني ايه كلام ده انا عندي الري بتاعي بيبقى شكله حاجة عاملة كده او يعني لو انا خلت الترانسوشن اللي هو فزيكا يبقى شكله عامل كده انا عملية البيم فورمين دي بتحددلي انا ببعت ايه وبستقبل ايه وتحددلي بقى شكل البائم بتاعي في الترانسوشن وفي الريسابشن ولازم اكتشجي لازم ببعارفي احنا الال التوتال بيم فورمين هو عبارة عن الفروجات بتاع التبايل بيم فورمين اللي حصل في الترانسوشن الفروجات بالitchام اللي حصل في الريسابشن فلو انا عملت الريسابشن بين فورمين كويس قوي 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 ومعمالتش مثلا ترانسوشن بين فورمين هستيل برضو قادر اعمل حاجة الشيء مش بطال. لو عملت في الاتنين فوكسنج طبعا بيبقى احسن بكتير لان احنا عندنا في الحالات دي البين بيبقى في الحالتين بيبقى نارو ودراجيب بحيث ان انا الصورة بتاعت الريزوليوشن بتاعت هتبقى احسن. خلينا برضو نبقى عارفين المسميات بتاعت الـ Directions المختلفة في الـ Array Transducer. لو عندنا ده مجموعة الـ Elements بتاعت ترانسيوسر بالشكل ده كده. بنسمي الـ Direction اللي هو بتاعت ترانسيوسر نفسه اللي هو Along Lines أو Along الـ Elements بتاعت ترانسيوسر ده بسميه الـ Asimuth أو سميه Lateral Direction. بسمي الـ Direction اللي هو الـ Vertical عليه أو الـ Perpendicular عليه في نفس الـ Plane بتاع الـ Aperture بسميه Elevation. الـ Direction بقى اللي هو Perpendicular على الترانسيوسر والـ Direction الـ Perpendicular على الـ Asimuth والـ Elevation بلين ده بسميه Depth. ففعاليا لما بصت هنا للـ Beam Form بتاعي هنا بكلم على ان الـ Direction ده كده هو ده Depth. الـ Direction اللي هو هنا ده ده عبارة عن الـ Lateral Direction أو الـ Asimuth Direction. الـ Direction اللي هو اللي فوق ده ده عبارة عن الـ Elevation Direction. طبعا احنا بالنسبة لنا بنستعمل عدد من الـ Elements بالشكل ده كده عشان نحاول بها نحن نعمل Simulation للـ Focusing اللي يحصل من الـ Lens. هندي كل واحدة من دول Delay مختلفة او ندي كل واحدة من دول Excitation بشكل مختلف بحيث تجمعهم مع بعض يديني Focusing في Focal Plane معين زي ما احنا شايفين هنا كده. طبعا بتكلم على ان احنا في عندنا مشكلة ان احنا في الـ Direction بتاع الـ Elevation دوت ما عندناش حل غير ان احنا نستعمل Mechanical Focus. فالـ Mechanical Focus بتاعت الـ Elevation بيبقى لها Particular Focus موجودة هنا كده ما نقدرش ان احنا نغيرها انما الفوكسنج اللي في الاتجاه بقى اللي هو يعني الفوكسنج اللي جايلنا في الـ في الاتجاه اللي هو بتاع الـ Asimuth ده نقدر نغيرها ازا ما احنا عايزين بتغيير الـ Delays اللي موجودة بين الـ Elements وبعض. فطبعا يعني الـ Beamforming عموما ده من الحاجات المهمة جدا اللي بتحددنا الـ Quality بتاع الـ Ultra Sound Image System بتاعنا بيقى عامل ازاي كل ما انا خليت الـ Beamforming ده ادق كل ما كان الـ System بتاعي دوت بقى الـ Quality بتاعته اعلى وبقى الـ Diagnostic Performance بتاعه اعلى في عندنا نوعين من Beamforming زي ما احنا شوفنا في الـ Block diagram في عندنا حاجة اسمها Transmission Beamforming وحاجة اسمها Reception Beamforming فالـ Transmission Beamforming هو بيسيك اللي بيعمل لنا حاجة بنسميها Transmission Focusing الهدف بتاعه ان احنا لو عندنا مجموعة من الـ Elements بالشكل ده هنا كده احنا عاوزين الـ Focal Point دي يعني بيعندي Point محددة جوه كده في الفيلد بتاعي بابعايز النقطة دي يبقى عندها Focus معناها ان الـ Signal فيها تبقى اقوى ما يمكن فلو احنا سبنا الـ Array دوت يبعت الـ Signal بتاعته من غير ما اعمل اي حاجة خالص النقطة اللي جاية لي او Signals اللي جاية لي من هنا من كل واحدة من دول هتوصل لي في المكان ده في اوقات مختلفة نتيجة للمسافة هنا مختلفة على المسافة هنا مختلفة على المسافة هنا مختلفة على المسافة هنا مختلفة على المسافة تحت كل واحدة فيهم لها مسافة مختلفة فلو كلهم جاي لهم نفس الـ Excitation بيبقى فيه مشكلة ان هنا بيجيلي حاجات بـ Different Delays فلما بتقدمع بعضيها ما بتعملش Constructive Interference فانا عايز ان هما كلهم يوصلوا In Phase عشان في الاخر اوصل ان يبقى فيها عندي Large Pulse في النقطة بتاعت الـ Focal Point D فاللي بيحصل ان انا بعمل هنا ايه بحاول ان انا في النقطة اللي مسافتها اطول بدلها Early Transmission بدلها Signal بتاعتي Early عن البقيين بحيث ان هي يعني هنا هتبتدي الاول وبعد كده التانية هتبتدوا بعادية فمعنى كده هتقدر توصل في نفس الوقت اللي توصل في دي في نفس الوقت اللي توصل في دي وهكذا بحيث لما جمعهم كلهم مع بعض يطلع لي Large Focus او Large Pulse عند الفوكس فطبعا دي معتمدة على Geometry بتاع الـ Array نفسه معتمدة على مكان الـ Focal Point ده فينه طبعا احنا متكلم هنا على ان دول مجموعة الـ Elements اللي هما Selected لو انا اخترت مجموعة الـ Elements في مكان تاني بيبقى نفس الـ Concept هو هو بزبط في المكان التاني دوت النوع التاني بقى من الـ Beam Forming اللي هو الـ Reception Beam Forming اللي هو بيعمل فيه Reception Focusing ده معتمد على الحاجة اسمها Delay Some Beam Forming الحقيقة اللي بيحصل هنا عكس ما كنا بنعمل هنا في Transmission احنا هنا بنبعد وعايزين اللي يوصل هنا يبقى أقوى حاجة ممكنة او يعني هنا فيه Constructive Interference Between the Transmissions دي وكلها وبعض دي هنا بقى لا هنا انا عندي النقطة دي عايز كل السيجنال زر جاية منها اللي انا هستقبلها هنا واستقبلها هنا واستقبلها هنا واستقبلها هنا واستقبلها هنا واستقبلها هنا واستقبلها هنا عايزهم كلهم في الاخر يبقوا ينفيز مع بعض بحيث ان انا لما جمعهم كلهم مع بعض يدين سيجنال قوي يعني انا دلوقتي بعمل عكس اللي كنت بعمل في Transmission ان هنا السيجنال اللي جاية لي من ال focal point عايزة توصل جوه الكمبيوتر بتاعي او جوه ال beam former بتاعي تبقى اقوى ما يمكن فالفكرة الاساسية برضو هي نفس الحاجة نفس الحاجة هي هي بالضبط اكشولي ان انا بقيس المسافات المختلفة بتاعت كل واحدة من ال elements عن ال focal point وطبعا يعني بيطلع لي طبعا الشكل بالمنظر ده كده ان النقطة اللي في النص دي عشان مسافيتها اقصر بيبقى السيجنال اللي جاي منها بتوصل الاول وبعد كده دي وبعد كده دي فاللي بيصل دلوقتي ان انا بقى عمل حاجة بسميها electronic delay دي بتاخد السيجنال اللي انا عملت لها acquisition دي تعمل لها delay بحيث ان هي في الاخر يبقى هم كلهم نفس الفيز بالضبط يبقى كلهم in phase فلما عمل لهم summation بيبقى هم كلهم in phase فيديني large submitted signal large summed signal اوكي دي بسميها علشان كده delay sum beam forming انا بقى عمل هنا electronic delays علشان عوض الفرق بتاع ال propagation path بتاع كل واحدة من ال elements عشان ايه اجمع في الاخر السيجنال من كل واحدة من ال elements اللي انا بعمل بها reception دي عشان يطلع لي total signal بتاع huhpThema ال Eating البوينت اللي هي بتاع ال focal point الي في فيديني azijn طبعا ام في حاجة مهم قوي لازم نلاحيزها ان احنا دلوقتي في ال reception دي احنا ندارة دي الاقتصاد اللي ان свет من غيرها يعني ايه نقدر هنغيرها يعني ممكن انا فوقتي معين يبقى عندي Shout out في مكان وبعد شمي خليف مكان تاني الكلام ده اقدر اعمل له إيه لان انا وب consciousOT يعني الحاجة اللي جيالي دي سيجنال جيالي من جوه مش معتمد اصلا انا بعمل هنا ايه فانا ممكن في وقت معين ان انا اخلي الفوكل بوين دي تبقى هنا وفي وقت تاني خليها هنا في وقت تاني خليها هنا بتغيير دي الحقيقة ما انا قدرش اقول الكلام ده على ترانسوميشن فوكسينج لان احنا بنبعت مرة واحدة يعني بابعت السيجنال دي وهي بعد كده بتتجمع هنا والسيجنال دي اكشل بتوصل لكل الاماكن مش بتوصل هنا بس يعني مش كل نقطة بابعت لها سيجنال مخصوصة او بابعت لها حاجة زي كده مخصوص لا دي بتبقى فوكسد هنا يعني بتبقى احسن حاجة عندها هنا بس اكشل دي بتاكسايت الفيلد كله اوكي في الترانسوميشن ما نقدرش ان احنا نعمل تغيير للترانسوميشن فوكل بوينت في اسناق الترانسوميشن علشان نخلي نبقى في عندنا مثلا 2 فوكل بوينت ما نقدرش نعمل كده انما في الريسابشن الكلام اللي بنعمله في الريسابشن ده ونغير الالكترونيشن اسميه ديناميك فوكسين اسميه بعد شوية الديليكالكوليشن نفسه بقى بيتحسب بمبطارية بسيطة الحقيقة جدا زي ما احنا قلنا هو معتمد على الريسابشن بتاع كل المنط من الريسابشن بتاكسايت الفوكل بوينت بتاعتي فلو احنا اخذنا جيومتري بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده عندي جانر الفوكل بوينت بالشكل ده هنا كده وعندي جيومت موينة عايز هحسيبلي لمسافة بتاعته لو فردا اخلي واحدة من الالم زيها اخلق لرفرنس باعي فردا خلي النقطة دي هبقى بحسب المسافة بتاعتي اللي هي من هنا لغاية الصوق البوينت وبحسب بعد كده المسافة من اي جيومت باقى للفوكل давайте دمسا وحسب phase واحسب بقى القضي بتاعتي ان هي الفرق بين الاثنين دول وبعدى الفرق بين الاثنين دول ابدا هو اللي بيدين فرق البروبراجيشن الاتفر الوقا بين الالمن و النقطة center في النص دي فطبعا لو انا عملت الكمبنسات في الوقت دوت و خليت كل ابو الالمن سين سي تطور الوضع لنفس الوضع دي اقدر ان انا يجعل كل الالمن سي تبعث وتستقبل في نفس الوقت نقطة بتكلم هنا ان الاكراف ده معتمدة على حكتين معتمدة على المكان ده فين بالضبط كالوكيشن اوكي؟ كـTaps بيساوي كام? وكأانجل مثلا اذا لديه أنجل هنا بتساوي كام? وبرضه معتمدة على الجيومتري بتاع الترانسديوسر دا لان انا في الاخر عايز اعرف مثلا النقطة دي اللي هي السنتر بتاع الالمن دا عايز اعرف مكانها فيين بالسنتيمتر في الاكس وفي الواي مكانها فيين فبيبقى عندي هنا اللوكيشن بتاع دي اكس وواي معروف وفي نفس الوقت عندي مكان دي برضو اكس وواي معروف بقدر احسب الديستنس اللي موجودة هنا دي بقدر احسبها بدلالة النقطتين دول اماكنهم في الاسبيس عاملة ازاي بمنطقة البساطة وكذلك الحال بقى بالنسبة لكل السنترز بتاع كل الالمن زي عشان اقدر احسب الديلالي بتاع تكل واحدة عاملة ازاي طبعا زي ما بقول هي معتمدة على حاكتين معتمدة على الاري جومتري معتمدة على الفوكل بوينت كوردنيتس بساوي كامل طبعا احنا بالنسبة لنا لو احنا بنعمل ديلي احنا اكشل بنعمل ديلي الريلاتف لاللونجس باث لو احنا عندنا حاجة بتاخد اطول وقت بناخدها وهي دي اللي بنعمل الريلاتف لها يعني عايزين ما يشاين فان احنا نقدم السيجنال لازم نعملها ديلي فمعنا كده بنشوف اطول سيجنال او اطول مسافة فين ونعمل كل حاجة الريلاتف ليا اخر كل حاجة عشان تبقى ايه بتوصل في نفس الوقت ان توصل فيه اللونجس باث سيجنال دي طبعا احنا في كل واحدة من الكالكوليشنز بتاعيتنا دي احنا بنحسب ديستانس يعني بحسب ديستانس من النقطة دي للنقطة دي وبحسب ديستانس من النقطة دي للنقطة دي طب ايه علاقة ديستانس بالتايم؟ الاعلاقة ديستانس بالتايم مبنية على ان احنا بنأسيوم ان عندنا السبيد الف ساوند هي الف وخمسينة وابعين ميتر فر ساوند الاسمشن ده رغم ان هو مش دقيق اوي الحقيقه اللي انه هو مستعمل في جميع مكان الالترا ساوند امجنج سيستمس وده يعتبر يونيفرسل اسمشن بنقدر نستعمله من غير ما يكون في عندنا مشكلة طبعا هو ببعض احيان بيحصل لنا منه مشاكل بيعمل حاجة بنسميها بس يعني عامتا في الاحوال العادية بنعتبر ان هو ازا جود اسمشن ونقدر ان احنا نستعمله ما بقاش في المشكلة لو احنا اعتبرنا بقى نفس الجومتري ده وكان عندنا الانجل بتاعتنا ثيتا دي بتساوي صفر بسمي اللي بيحصل ده فوكسنج لو احنا بنعمل ما بنعملش فوكسنج على بوينت نعمل فوكسنج في ديركشن بنسميها ستيرين اوكي والحقيقه الحسابات اللي احنا بحسبها دي كلها الحقيقه دايما بنكونسيدر لاتنين يعني لما انا باخد نقطة جينرال كده انا كده اعملت الاثنين في نفس الوقت يعني انا عملت الوقتي فوكسنج وستيرين في نفس الوقت لو انا كان نقطة بتاعتي في السنتر هنا كده كنت بسميها فوكسنج بس للانجل كده تبقى بتساوي صفر انا هنا دايما باخد الانجل بتاعتي ريلاتف للسنتر بتاع الايه بتاع الاري بتاعي فلما باخد الفوكسنج بتاعتي على الخط اللي هو بتاع السنتر ده سنتر اللي دوت يبقى انا كده بعمل فوكسنج بس لو انا باخدها في اي نقطة تانية بالشكل ده يبقى انا بعمل focusing plus steering الاثنين مع بعض steering يعني معناها بحوض او بخلي الـ direction بتاعي يبقى مختلف عن الـ direction الاساسي اللي هو ممثل بالـ vertical line اللي طالع من الـ array مباشرة جوه في الـ direction لما بتكلم على بقى ان احنا عايزين نحسب الـ focusing بتاعه أو الـ focusing delays بتاعة transmission والـ reception هم الاثنين حقيقي نفس الـ geometry بالظبط يعني معتابة نفس الـ geometry ده هو هو بالظبط مفيش اي اختلاف خالص نحسب الـ relative delays بتاعة كل الحاجات دي relative لبعض واستعملها بقى سواء في الـ transmission او في الـ reception ما ببقاش فيه مشكلة ما ببقاش فيه اختلاف بينهم بيبقى فيه اختلاف بينهم لو هما طبعا نفس الـ focal point لو الـ focal point بتاعة تتغيرت في transmission عن الـ reception يبقى لازم احسب مرتين بقى كل واحدة بالـ delay بتاعتها عاملة ازاي بس الـ geometry نفسه بتاعة الحساب هو نفس الـ geometry اللي احنا شايفينه هنا في الرسمة وما ببقاش فيه تغيير في الـ geometry يعني مجرد بس بنـ plug-in مكان الـ focal point ونحسب وخلاص ما ببقاش فيه فرق ان انا بحسب الكلام ده عشان transmission focusing ولا عشان reception focusing زي ما كنت بقول الحقيقة عندنا في جزء بتاع الـ reception ممكن نعمل حاجة نغير فيها الـ electronic delays دي واحنا بنستقبل بحيس ان احنا يبقى عندنا multiple points يبقى عندنا فيهم focusing الحقيقة احنا فعلا بنعمل الكلام ده في حاجة نسميها الـ dynamic reception focusing وده بقى موجود منتشر جدا في الماكة الـ ultrasound dmd كان زمان حوالي عشرين سنة كده كان بيبقى عندنا يعني ممكن عندنا مثلا 2 focal points بس في الـ reception يعني واحدة مثلا في نص الفيلد واحدة في اخر الفيلد او واحدة في ربع الفيلد واحدة في تاعة ربع الفيلد بحيس ان هما يدوني delays مش بطالة كده او يعني الشكل بتاع الـ focal point بتاعنا يبقى دايما النقطة اللي انا بستقبلها تبقى قريبا من focal point اللي طبعا كل ما قربنا من focal point كل ما الـ resolution بقت اعلى حاجة دلوقتي الحقيقة بقى الـ dynamic focusing دوت اللي هو بيقدر يتراك النقطة اللي انا بستقبلها دلوقتي ويفوكس عندها بقى تقريبا موجود في كل مكان الـ ultrasound كل مكان الحديث دلوقتي بقى في الـ dynamic reception focusing فالفكرة فيها ان احنا بيبقى فيها عندنا dynamic delays والـ time t يعني لو انا مسلا بتريت استقبل مسلا من time zero لو بعد time t او يعني بعد ما بعدت يعني على طول كان time zero عند time t انا بقى فوكس عند depth بيساوي c في t على 2 دي بتساوي الوقت او بتساوي المسافة المقابلة للوقت ده اوكي لو فرضا عندي مسلا الـ t ده بيساوي 13 microsecond يبقى انا دلوقتي او احط الـ delays بتاعت دي او design delays بتاعت دي باستعمال focal point على depth 1 سنتي لو الـ t دي بتساوي 130 microsecond يبقى design electronic delays دي وعمل لها update وشغالها عند depth 10 سنتي وهكذا لان احنا باسيكلي يعني نقدر نعمل الكلام ده في منطقة البساطة الحساب ده بسيط الحقيقة جدا وان احنا نغير electronic delays دلوقتي بقت ممكنة خاصة ان احنا بقى في مكان كتير بيشتغل دلوقتي digital beamforming يعني كل اللي بيحصل دوت كل عملية الـ beamforming اللي بتحصل في الـ reception دي كلها بتحصل جوه الكمبيوتر فبسهولة جدا نقدر اغاير delays دي وانا زي ما انا عاوز فالميزة بتاعتي بقى ان انا بدل ما كان عندي focal point لو انا مسلا بتكلم على fixed focal point هنا او 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 fixed focal point هنا نفس الكلام ان او انا بفوكس هنا دلوقتي هيبقى الجزء هنا برضو لطيف جدا وبعد كده يدفرش قبل كده وبعد كده يدفرش يعني لو انا حسبت حطيت focal point واحدة بس هنا هيبقى عندي الفيلد بتاعي هنا سيق جدا اوكي وهيبقى عندي الفيلد بعد كده طبعا سيق جدا بس النقطة دي هيبس اللي حلوة انا بقى اللي بعمله فعالية ان انا بقامشي هنا خلي هنا فيه focal point اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كل واحدة من دول لها focal point بحيث ان الفيلد بتاعي يبقى almost uniform في كل الدبث بتاعي في كل الـ range بتاع الدبث كله فطبعا دي حاجة بتبقى very effective وبتبقى فعلا بتحسن لنا الصورة بشكل ضخم جدا يعني واحدة من الميجور امبروفمينس اللي موجودة دلوقتي في الـ reception هو موضوع الـ dynamic reception focusing لان هو بيتراك كل نقطة وفعليا كل نقطة في الدبث بتاعي تبقى اكنا عندها هي نفسها focal point طبعا دي حاجة فيها ميزة كبيرة ونقدر نعملها زي ما قلنا بس في الـ A في الـ reception في الجزء بتاع الـ transmission للأسف هنقدرش نعمل الكرام ده لان احنا بنبعت signal من transducer وهي signal دي اللي بتروح وترجع لنا فما ماينفعش ان انا وانا بابعت السيجنال دي غير ان انا اخلي لها particular delays relative لبعض ماينفعش ان انا ابعت بكزا delay ابعتهم ازاي انا عندي مثلا تمانية elements مثلا هابعت بيهم كل واحدة فيما ابعت لها او هخلي بينها وبين التانية delay معينة ماينفعش اخلي الـ delay دي تتغير وانا بابعت ان انا بابعت السيجنال دي بيبقى حاجة بتكلم على حاجات اقلي من 1 microsecond مش بعضها بابعت طول الوقت لا انا بابعت في 1 microsecond اقلي من 1 microsecond وبعد كده بستقبل مثلا 300 microsecond اوكي فدلوقت الحاجة اللي بابعتها دي بتروح لكل حتة كمان في الفيد مش بتروح للمكان ومكان تاني لا فالحقيقة ما هياش ممكن في النسبة الـ transmission focus ان احنا يبقى عندنا focusing at two locations in transmission اوكي الحاجة اللي ممكن نعملها بقى واللي بموجودة الوقت في مكان الـ ultrasound احنا ممكن نأكوائر نفس الصورة مرتين مثلا وكل مرة فيهم يبقى عندها different transmission focus ونكمباين الـ images عشان نحصل على the best beam shape او نحصل على احسن صورة بمعنى ايه؟ دلوقت ايه انا ممكن اعمل focusing zone هنا يبقى عندي focal point بتاعتي هنا ومرة تاني يعمل focal point بتاعتي هنا الـ beam بتاع الجزء الاولاني ده بيبقى شكله عامل كده يعني بيبقى شكله ماشي كده ويطلع بعد كده يبقى وحش جدا كده فلو انا خدت focal point الاولاني بس هلاقي الجزء اللي هنا ده وحش جدا لو انا عايزة focus هنا اوكي هلاقي ان شكل الـ beam form بتاعي بيبقى شكله جاي كده اوكي وبعد كده طالعه كده بعد كده فجزء بتاعي لو انا عملت focusing هنا هيبقى جزء ده شكله وحش جدا لو انا خدت بقى الجزء اللي هنا دوت من focal point دي وخدت جزء اللي هنا من focal point دي او من الصورة اللي لها focal point دي وعملت combination لتنين دول مع بعض يبقى انا كده حصلتوا على beam في transmission او يعني effectively يعني transmission beam forming بتاع هيبقى شكله اكنه عامل كده بس انا هنا طبعا في الـ transmission beam forming او multiple transmission zones اللي بتكلم عليهم دول دي بتكلفني acquisitions يعني انا دوقتي لو عايز اعمل ثلاثة focal zones يبقى انا معنا كده ها acquire نفس الصورة ثلاث مرات فبقلل frame rate بنفس الفاكتور يعني frame rate بتاعي بيقل بفاكتور فدي طبعا حاجة مش لطيفة مش حاجة بتبقى كويسة يعني فالreception beam forming اللي هو dynamic beam forming في الـ reception اللي انا كلنا بنكلم عليه ده ببلاش ده ما بيكلفناش اي حاجة خالص نفس الصورة هي هي بقدر عمي dynamic focus في الترانسميشن بقى بتختلف فنبقى عارفين برضو الموضوع ده علشان ما نبقاش برضو لو احنا مستعمل مكهة اترا ساوند او بنحاول احنا نديزاين مثلا طريقة عشان نأكواير حاجة معينة يبقى اخدين في اعتبارنا ان الترانسميشن زونز دي اللي احنا بنزودها دي ممكن تكلفنا يعني في الـ frame rate او تكلفنا في الـ acquisition time وقت نكون احنا محتاجين واحدة من حاجات اللي احنا بنستعملها في التحسين بتاع الشكل بتاع الـ beam ان احنا نعمل حاجة اسمها الـ acquisition الـ acquisition ده فكريته ان احنا بنزود الـ element بتاعتنا بـ factor يعني بدل ما احنا كنا بنبعت وخلاص كده يعني الـ transmission بتاعنا يبقى دي amplitude بتاعها زي دي زي دي زي دي كلهم زي بعض في الـ amplitude يعني اكدنا بنضرب الكلام ده كله في constant factor كده لا ده احنا بنضرب في حاجة بتخلي الـ element بتاعه اصغر من هنا وهو اصغر من هنا وهو اصغر من هنا يعني بنخلي اعلى واحدة هي اللي في النص واللي بعدها اصغر وهكذا يعني نعمل حاجة اكدني في عندي shape كده اكد مثلا ضرب حاجة زي هامن ويندو او حاجة زي كده الحقيقة دي يعني بتفكرنا او سببها يعني ان احنا بنستعملها ان احنا بنعمل حاجة تحسن لنا الـ Fourier transform بتاع الصورة بتاعتنا لو احنا فاكرين الكلام اللي احنا شفناه في Fourier optics هنلاقي ان احنا عندنا شكل الـ field نفسه هو Fourier transform بتاع شكل الـ aperture فلو كان عندي شكل الـ aperture بتاعتي شكلها rectangular بالشكل ده هنا كده بيطلع لنا شكل الـ beam هنا جوه حاجة شكلها sync function معناها هيبقى فيها عندي main loop وعندي بعد كده side loops الحاجات اللي لقينا دي side loops side loops دي الحقيقة فيها مشكلة ان هي بتبقى عبارة عن اجزاء من الـ beam بتبقى في اماكن بعيدة شوية فبتجيب لي معلومات او بتعمل تداخل بين الخطوط وبعض ده حاجة ما تبقاش كويسة خالص لما يكون عندي خط وجايب information من خط تاني جنبيه دي حاجة ما تبقاش محبذة خالص انا بالنسبة لي احسن لي ان انا اعمل حاجة بالشكل ده حاجة يبقى شكلها smooth بالشكل ده كده فلما يكون شكلها smooth هيبقى فيها المين loop بس لو انا بتكلم على ان عندي الشكل ده مثلا قريب ان هو كون جاوسيان يبقى معنى كده الشكل بتاع الـ beam جوه هو الـ ray transform جاوسيان اللي هو يطلع جاوسيان برضه فطبعا دي حاجة فيها ميزة كبيرة ان هي بتشلي او بتخلل لي جدا الـ energy بتاعت الـ side loops الموجودة فبتحسن لي طبعا ايه الـ performance بتاع الـ imaging بتاعي طبعا المزايا بتاعتها ان هي بتديني lower side loops زي ما كنتم بقول بس العيب بتاعها الحقيقة انها بيبقى لها تكلفة ان هي بتخلي المين من الـ loop بتاعتي اللي هي الجزء بتاعي الاساسي اللي هو برا الـ weight بتاع الـ beam بتاعي بيبقى wider يعني زي ما احنا شايفين هنا ده كان هنا فيري نارو بس هنا ايه بقى اوسع شوية طبعا دي ممكن اتغلب عليها بحاجات تانية يعني ممكن اتغلب عليها ان احنا نزود عدد الـ elements اللي هنا بحيس نحن نقلل الحاجة اللي موجودة هنا زي ما احنا عارفين طبعا الـ field بتاعي هنا هو الـ ray transform فلما اكبر دي يبقى معنى كده اصغر دي تعرفين الـ ray عكس الايه عكس الـ spatial domain لما بكبر في الـ spatial domain بصغر في الـ free domain فمعنى كده فيه عندنا حلول بحيس نحن نقدر نحل المشكلة بتاع الـ advantage بتاع الـ wider main loop هنا الجزء بتاع الـ side loops ده الحقيقة ما ندرش ان احنا نحسنه غير بالـ abotization فمعنى كده نحن في الـ abotization بنستفيد بدي وبعد كده بنقدر نتغلب على دي عموما بعد كده في الـ processing بتاعنا او في الاختيار بتاع الـ aperture بتاعنا او الـ size بتاع الـ aperture بتاعنا بيساوي كده وانس ان احنا عملنا beamforming بقى كل واحدة من الـ data اللي جايلنا دلوقتي الـ data اللي جايلنا من multiple elements دول بقت في الاخر عبارة عن خط الخط ده في الاخر عايزين بعد كده نعمل له reconstruction كصورة ففعليا احنا بنتخيل الشكل حاجة بالمنظر ده كده لو احنا عندنا sector scanning بيبقى عندنا كل خط بيبقى ماشي في direction مختلف بالمنظر ده واحنا هدفنا في الاخر ان احنا دي بني صورة على uniform scale بالشكل ده على uniform sampling بالشكل ده كده فاللي بيحصل ان احنا بناخد الجزء دوت ونبتدي بعد كده نعمل حاجة زي interpolation كده عشان نـ interpolate بقى النقط اللي هي نانو uniform sample اللي جايلنا من الـ radial lines دي ونحسب بقى النقط اللي هي الايه اللي على grade اللي احنا شافينا اللي هي النقط اللي لونها اصفر اللي موجودة على الايه على الجريد المزبوطة دي طبعا دي بتحتاج interpolation techniques مختلفة وممكن حقيقة يعني حتى لو احنا عملنا interpolation techniques بسيط الحقيقة ممكن نحصل على صورة ماشي بطالة فدي طبعا بتتعامل جوه الجزء بتاع digital back end ودي الحقيقة بسيطة وما فيهاش مشاكل حقيقة والناس بتشغل فيها من فترة طويلة يعني يعني يعتبر ان فعلا شغل فيها بقى مورو لس بقى يعني خلاص stable وما معتقدش ان فيه حاجات كتيرة ممكن ان احنا نحسن فيها في الجزء دوت الجزء بتاع synthetic aperture imaging ان احنا الحقيقة بنعمل حاجة مختلفة شوية بدل ما انا كنت بابعت مسلا بتمانية elements وسابل تمانية elements او بابعت بستة عشر وسابل بستة عشر او بابعت باثنين وثلاثين وسابل باثنين وثلاثين هاعمل هنا حاجة مختلفة هابعت بأبرتشير بتبقى صغيرة جدا ممكن تبعون element واستقبل بكل elements وبعد كده ابعت بألمنت تاني وسابل بردو بكل elements وبعد كده اب استقبل ابعت بألمنت واحد واحد من الموجودين دول واستقبل بكل elements الموجود بعد ما اعمل الكلام ده بكمباين مجموعة الصور اللي انا حصلت عليها من 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 كل دي بشكل معين واحصل بها على تبقى زي الصورة اللي انا كنت عملتها باستعمال الرأي او يعني بيم فورم كان معمول بعدد من elements مش بألمنت واحد طبعا الميزة بتاعت الacquisition بالشكل ده الحقيقة نو بيالاو اوفلان بروسسنج او كوليكتد دايتا تجينريت اميجز ودي الحقيقة دي بتبقى معتمد على السوبر بوزيشن بمعنى ايه بمعنى دلوقتي لو انا بعدت بألمنت نمرة واحد واستقبلت بكل elements وبعدت بألمنت نمرة اثنين واستقبلت بكل الألمنت انا لو عايز ابعد بألمنت واحد واثنين مع بعض اوكي كل ما عليك عمله ان انا اخد دي واجمعها لدي يبقى انا كده عملت يعني عملت السوبر بوزيشن للايه للاتنين دول مع بعض اوكي لو عاي عايز استقبل بتمانية او عايز ابعد بتمانية يبقى اخد الحاجة اللي جايالي من اول واحدة وتاني واحدة وتالت واحدة وربعة واحدة غاية تامن واحدة واجمعهم زي ببعض لو عايز اعمل فوكسنج في الترانسميشن يبقى باخد دي واجمعها لدي بدلي معينة واجمعها لدي بدلي تالتة وكذا كل واحدة احط لها الدلي بتاعتها اوكي واجمع الصور دي كل واحدة بدلي بتاعتها ويبقى انا كده عملت ترانسميشن فوكسنج بالشكل اللي انا عايزه نفس الكلام بالنسب ممكن نفس الخطوط اللي جاية لدي برضو اقدر اتحكم فيها او اقدر اعملها بحيث ان انا في الاخر اقوائر الصورة بتاعتي بالاي شكل من الاشكال الريسيبشن فوكسينج انا عايزه فطبعا في ميزة ان انا عملها بالشكلية انها خالص وممكن ان انا اتحكم في طريقة بتاعتي وممكن اغيرها يعني في الانس اني بقى عندي الديتا انا اقوائر وانس وبعد كده في الديتا اللي عندي بقى اوف لاين اقدر استعمل حاجات كتيرة مختلفة عشان اتحكم في طريقة مختلفة بطريقة مختلفة طبعا دي حاجة تعتبر ميزة وتعتبر برضو ببعض الاحيان ممكن هي تساعدني ان انا اعمل فريم ريت ممكن يكون مش بطال ممكن يكون اعلى شوية من الفريم ريت العادي وطبعا يعني في الاخر نقدر نعتبر ان هي طريقة تسمح لنا ان احنا نتحكم في طريقة باشكال مختلفة ونخلي كل حاجة under software control ما يبقاش عندي الجزء بتاع الترانسوميشن بين فورمينج او جزء بتاع الألمان سيلكشن يبقى هارد وارد دي بقى جزء في الهارد وير كده ما يتغيرش لا دي انا بقى اعمل كل حاجة جوه بقى في الكمبيوتر وبتحكم انا في شكل الابرشا بتاع الترانسوميشن عاملة ازاي وشكل الابرشا بتاع الريسيبشن عاملة ازاي من غير ما انا اغير في الهارد وير الموجود بتاع الالترا ساون نفسه لو عادي بقى نتكلم على الديتا بتاعت السنتاتيك ابتشور دي بتطلعناها في شكل عامل ازاي عشان هتخيل الدنيا احسن شوية الديتا اللي بتجلنا من السنتاتيك ابتشور الترا ساون بتجلنا في شكل ثري ديمانشن الري عبارة عن array of size n by n by m n دي number of elements في الاريي بروب وم دي number of points في الريسيب السيجن بتاعته يعني الاتنين دول بيعبرونا عن دي واحدة بتعبرني عن transmitted signals او دي اني واحدة من transmitted signals او دي انا باخدها ودي اني واحدة من received signals او دي انا باخدها ويجيبلي بعد كده يجيبلي بعد كده هنا ايه السيجن بتاعتي اللي موجودة عند الالمن ده والالمن ده يعني بتكلم مثلا واحنا بكلم على data array او array data مثلا data of n و m وكله يعني كل ال elements الموجودة بعد كده هنا هي ال m points الموجودين هنا دي بتريبريزنت ultrasound data samples received from element m as a result of a transmission by element n اوكي يعني هنا ببعت ب element n واستعمل ب element m وكل السيجن اللي موجودة عندي ال elements الموجودة عندي هنا اللي هي النقط الموجودة عندي هنا بقى في dimension 3 تعبرلي عن النقط اللي انا استقبلتها في الحالة دي اوكي فطبعا انا ممكن ان انا استعمل ال linearity to form an arbitrary imaging system by selecting the number of elements in transmission reception as well as their phasing for focusing or steering يعني انا دلوقتي ممكن لو انا عاوز اعمل transmission focusing مسلا معين يبقى انا باجي باخد elements اللي هي بتاعت ال n دي هي الجزء بتاعت transmission وبجمع عدد منهم مع بعض بالdelays اللي انا عايزه عشان تعملي الفوكسينج اللي انا عايزه وفي الاخر بطلع بقى منها يعني data معمول لها transmission focusing عند depth معين انا مختاره ممكن نفس ال data هي هي بالضبط اخد نفس ال end lines دول اعمل دولهم delays تانية تطلع لي focal point تانية وبعد كده ان انا ممكن من نفس ال data هي هي اقدر اعمل two focal points في transmission واجمعهم مع بعض offline في ال processing بتاعي في ال digital processing مش مش محتاج ان انا اعمل الكلام ده كهاردوير فدي حقيقة فيها ميزة انها ممكن تطلع لي الصور حقيقة بالكورتي عالي جدا ال processing time بتاعي بيبقى اطول شوية بس الحقيقة بيبقى فيها ميزة ان فيها complete control في الصوفتوير ما بيبقاش عندي حاجة معتمد على الهاردوير تقريبا خالص عشان نتخيل الكلام ده احسن شوية هناخد مثال محدد جدا هندزاين في synthetic aperture imaging system بspecifications محددة ونشوف ايه اللي نقدر نعمله كsteps كده في ال problem دي فكا problem definition given synthetic aperture data array data of 128 و 128 و 512 بتكلم على الوقت عندي عدد elements بتاع transmission 128 عدد elements flat reception هي نفس العدد بتاع الاري نفسه 128 لكل مرة بعمل excitation بسامبل 512 نقط اوكي انا عاوز بقى reconstruct صورة بالمواصفات التالية transmission والreception beam forming هيستعمل aperture عبارة عن 8 elements يعني 8 elements هي بتعبرني عن aperture بتاعتي يعني انا هبعد بتمانية واستقبل بتمانية كل مرة المواصفة التانية في transmission مش عايز اعمل focusing خالص يعني ايه مش عايز اعمل focusing يعني هبعد كل يعني هبعد بالتمانية مع بعض كده في نفس الوقت مش عامل delays لكل واحدة relative للتانية المواصفة التالتة ان انا هعمل single reception focus at 5 centimeters مش عامل بقى حاجة بسميه دي نعمل focus دي بسميه actually static focus static focus يعني مكان محدد بعمل عليه focusing وخلاص النقط اللي قابل كده بعد كده ما لهاش دعوبة يعني ما بتبقاش focus اوكي فدي طبعا احنا بناخد مثال على زي كده وممكن لو احنا عايزين ن generalize المثال ده احنا ممكن نعمل يعني عند كل نقطة نعمل focusing زي ما احنا قولنا بس انا اخد المثال ابسط شوية عشان يبقى ايه ال problem يتبقى اوضح فيه ومش عايزة اعمل apodization يعني ايه مش عايزة اعمل apodization يعني الحاجة اللي هبعتها لكل elements مش هتختلف عن التانية يعني كل واحدة من elements هتبعت بنفس ايه نفس magnitude مفيش اي apodization خالص معلومات الاضافية بقى اللي هي لاقى علاقة بالacquisition ان sampling rate بتاع ال ultrasound line اللي هو بيجيب لي بقى ال 512 نقطة دول يعني كل نقطة من دول تمثل قد ايه انا بتكلم على 10 mega samples per second يعني بمعنى كده ان كل sample بتاخد واحد على الكلام ده واحد على الكلام ده بيبقى مثلا بيكلم على 0.1 microsecond اوكي فبنتكلم على ان احنا كل نقطة من 512 دي بيتمثل لنا 0.1 microsecond ال geometry بتاع ال array بقى element size بتاعنا حوالي 1 مليمتر وهن assume ان احنا هو ده نفس ال element space يعني هو ده اللي بين ال element وبعض يعني الحاجات اللي موجودة بينهم المسافة اللي موجودة بينهم معتبالة 0 تقريبا يعني المسافة اللي بين ال element وبعضيها صفر يعني معنى كده ان كل element واحد مليمتر والجنبي واحد مليمتر والمسافة بينهم صفر ده برضو ايه for simplification يعني خليها بقى نحاول نحل المسألة دي كده نكتب لها مجموعة من ال steps كده نمشى عليها عشان نعمل reconstruction لل ايه للصورة بتاعيه اول step الحقيقه هي step بتاعي ال element selection element selection معناه ان انا دلوقتي بختار ال active group اللي انا هعمل بيه excitation وهعمل بي reception لو انا بتكلم على line 1 دلوقتي يبقى معنى كده هاخد مجموعة ال elements اللي هي من 1 ل 8 عشان انا عندي 8 element aperture اوكي فباسيكلي بتكلم ان انا elements من 1 ل 8 دول هم اللي انا هبعد بيهم فعشان ان انا هبعد بيهم وهستقبل بيهم يبقى معنى كده ال data بتاعتي اللي انا هتعامل معها هي data of one to eight وone to eight وكله انا بكتب هنا بال format matlab على اساس الناس تبقى متخيلة اكتر شوية ساعد بعض الناس تفهم من ال equation اكتر ما بتفهم من الكلام فهنا انا عملت selection elements من 1 ل 8 ومن 1 ل 8 واخدت كل النقطة بتاع السيجنال اللي جاي اوكي فانا الوقت هتعامل مع ال array اللي هو data one عشان اعمل بيه بعد كده كل حاجة ال array اللي انا بتكلم عليه هنا data one ده هيبقى array 8 في 8 في 512 بدلا ما كنا بتكلم على array 128 في 128 في 512 انا عملت selection دلوقتي ل 8 في transmission وفي reception وهما دول هتكلم معهم بس دلوقتي اوكي ال step التانية ان احنا نبتد نعمل transmission focusing اوكي اوكي فانا عايز اوات اعمل transmission using 8 elements without any focusing يعني with no focus اوكي فباسيك اللي بيحصل كالاتي احنا عارفين احنا لو بعتنا بالألمت اولاني هيجلنا السيجنال في في elements دول هي الحاجة اللي موجودة هنا دي ولو بعتت بالنمرة 2 هيجيل برضو signals هنا متعرفة برضو بالسيجنال الموجودة هنا فلو انا عملت summation للarray اللي انا طلعته من هنا دوت along the first line اللي هو ال line بتاع او dimension بتاع transmission elements يبقى انا فعليا بجمع كل ال data اللي جايالي ازيف ان انا بعت كل التمانية مع بعض اوكي فانا بجمع كل elements او بجمع كل السيجنال بتاعتي اللي جايالي من كل الموجودة عندي في ال approach اللي انا بتعامل معا بعد ما اعمل الكلام ده انا خلاص شلت ال dimension بقى بتاع transmission خلاص يعني شلت ال dimension الاولي ده جمعته خلاص بقى جمعت كل السيجنال المقابلة ليه فبقى عندي بعد كده الرay عبارة عن تمانية في خمسمائة واثناشر تمانية دي عبارة عن تمانية receive elements او reception elements وخمسمائة واثناشر عدد النقاط في كل واحدة من received lines او كل واحدة من received signals اللي جايالي في الايه في ال receive elements دي طبعا دا دا دلوقتي بقى two dimensional array انا ستيل عشان اعمل beam forming محتاج ال two dimensional array ده يوصل بقى يبقى one dimensional عشان يبقى هي دي ال data اللي مقابلة لل line بتاعي اللي احط في الصورة الخطوة الثالثة ان احنا نعمل بقى reception beam forming فهنعمل بقى computation لل focusing delays بتاع ال reception وهنبتدي بعد كده نجمع السيجنالي اللي جايالي في كل واحدة من reception channels دي كل واحدة بال delay مناسبة بتاعيتها بحيس كمه بعض كده كلهم يجمعوا مع بعض يعمل constructive interference مع بعض وطلعوا لي الطلعوا لي ال ultrasound line بتاع اللي انا عايزه ففعليا انا بقى compute the focusing delays بتاعتي corresponding to 5 cm focal depth اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي given في المسألة وهن store الكلام ده في delay one يعني array اسمه delay one of eight يعني بمعنى ان احنا دلوقتي delay one ده ده array في مجموعة من ال يعني كل واحدة من ال reception channel z بقى delay بتاعتها ده عشان بعد كده هستعملها بعد كده ما يجمع signal z وبعضين اوكي في حاجة مهمة جدا نحن طبعا بنعمل computation ده بناءا على الحاجة اللي احنا شفناها قبل كده في جزء بتاع ال بقى تعمل على geometry بتاع ال probe بتاعي geometry بتاعي بتاعي والمكان بتاعي focal point بتاعتي طبعا انا بكلم هنا على focusing يبقى معنى كده assume دلوقتي ان انا focal point بتاعتي along the axis اللي هو central axis بتاع ال array بتاعي وبتاع ال aperture بتاعتي كل حاجة هتبقى symmetric غالبا لان انا لما بكلم focal point بتاعتي هنا كده يبقى المسافة من هنا لهنا هي نفسها المسافة من هنا لهنا فيطلع لي array بتاع ال delays ده هيبقى symmetric بعد كده الحقيق المطلوب مني بعد كده ان انا اخد ال delays دي وعشان استعملها بقى في ال data اللي عندي data اللي عندي دلوقتي given in terms of samples هو ال data بتاعتي متعرفش مثلا خمسة microsecond متعرفش اثنين microsecond متعرفش كلام ده data بتاعتي عبارة عن array والarray ده يعرف واحد واثنين وثلاثة وهكذا احنا عارفين من givens الموجودة في المسألة ان كل واحدة من السامبلز دي acquired في point one microsecond لان السامبلين بتاعنا 10 ميجا سامبلز per second فمعنى كده لما باخد delay معينة مثلا من delay one دوت اوكي عشان احولها لعدد نقاط يبقى محتاج ان انا اسمها على point one microsecond دي عشان تقول لي عدد النقاط اللي مفروض اعمل بيها delay كام فانا حولت دلوقتي بالشكل ده كده delays اللي كانت ابارة عن times حولتها دلوقتي delays in terms of samples اوكي يبقى معنى كده ان انا عارف ان المسلا السيجنال الاولينية الاولينية دي مسلا هتبقى delay مسلا بمقدار اه ساي اه مثلا اه اتنين سامبلز اوكي والتالتة اه اتنين سامبلز والرابعة بتلاتة سامبلز وهكزا بنقرب بقى العدد السامبلز ده لانسب حاجة واقرب حاجة للايه لو احنا بنكلم على ان احنا بنمشي على الانتجر بتاعة الاراي بس طبعا فيه تكنيكس طبعا ممكن تعملنا بس مش مشكلة دلوقتي عشان نبسط على نفسينا في المسألة دي ففي الاخر احنا اخدنا اللي حسدناها من هنا حولناها السامبلز هنا بقيت عارف كل مفروض اعمل لها delay بكم سامبل عشان يبقى هما كلهم مع بعض او هما كلهم مع بعض عشان احسب بقى كل نقطة من نقطة بتاعتنا اللي موجودة في الفيلد بجمع السيجنال من كل التمانية بطوعي مع كل ديلي كل واحدة فيهم بالرسبكتف ديلي بتاعته اوكي فلو لو بتكلم مثلا السامبل بتاعتي او النقطة نمرة بجمع من الاري اللي هو بتاع البعد الترانسيميشن دوت بجمع بالدليز المختلفة للألمنت نمرة واحد والدليز التانية بتاعت ألمنت نمرة اثنين وهكذا لغاية ألمنت نمرة ثمانية كل واحدة فيهم الدليز بتاعتها مختلفة من ترمز نمبر سامبلز اوكي واجمعهم كلهم مع بعض عشان يدوني البوينت نمبر ان اللي موجودة عندي في الامج لاين ده وانس ان انا عملت كده خلاص انا كده عملت ترانسيميشن ورسيبشن بين فورميج خلاص كده خلاص المسألة بتاعتي بعندي لاين اقدر احطه في ايه في صورة الالترسام بتاعتي طب بعد كده عايز احسب بعيد الصورة يبقى عايز احسب لاين نمرة اثنين لاين نمرة ثلاثة نمرة اربعة وهكذا فاللي بيحصل بعد كده في ستم نمبر فور ان احنا نريبيت التلات خطوات اللي احنا عملناها قبل كده دول فور اول امجيج يعني كل امجيج لاين يعني احنا بكلم مسلا عن لاين نمرة اثنين هبتدي اعمل سيلكشن لألمنت من اثنين لتاسعة لاين نمرة ثلاثة من ثلاثة العشرة اربعة من اربعة الاحداشر وهكذا بحيث ان احنا كل مرة نبتدي بنفس الالمنت سيلكشن ونبشي بنفس الخطوات بالضبط عشان نعمل الكالكيليشن لايه لامج لاين لما نبقى عندنا دي كلها موجودة نقدر بعد كده بمنطقة البساطة ريكونستراكت الصورة بتاعتي من غير اي مشكلة لو انا اعتبرت ان عندي linear array انحنا بس هنحطهم جنبى بعض كده ويبقى هون مدور الصورة ما فيش اي احتياج لاي interpolation ولا حاجة فالمطلوبة عشان نطبق الكلام ده ان احنا انا يعني حاطت في الحقيق ديتا سات كانت موجودة في الويبسايت بتاع اليوريسيو ميشيجن كان فيه لاب بتاع مات او دونال كان عنده ديتا سات جميلة جدا الحقيق لاي لكن استعمالا في واحدة من المئاتات والي موجودة في الى في ال فاتلية الدقيبة لاسف موجودة على الويبسايت التالي بتاع الجمعة بس انا احطيتها عندي عيلا تقدر전ي ACCESS فممكن تعملو لها ACCESS على الويبسايت وتستعملوها بنفس الشكل اللي انا كنت باتكلم عليه دلوقتي عشان نقدر نصرح بها صورة ممكن نعمل حتى نبت لنتكلم اللي انا كنت بتكلم عليه الدوت اللي هو بتاع location بنفس البرامتر اللي كنت بتكلم عليها ونحاول نشوف كده اذا كان في عندنا اي جزء ما هواش مفهوم نرجع تاني للمحاضرة عشان نفهمه والحقيقة برضو زي ما كنت بقول برضو احنا برضو في الكورس بتاعنا بنحاول نحن نعمل حاجات تبقى تفتح مجالات تانية بحيس يبقى ممكن يبقى فيه ريسيرش بوينت تطلع من الموضوع ده فبرضو بنصح الناس تعمل لتريتشر وباتن سيرش على الطبيق متاع الارتصان بين فورمينج والسكان كونفيرجن ونطلع مجموعة من ريليفنت ريفرنسيز يعني عشان ممكن تبقى ايه ستارتين بوينت للريسيرش في الاريا دي طبعا الاريا دي حقيقة في منتهى الاهمية لان فيها شغل كتير قوي في حاجات مثل الفيز ابريشن كوركشن او فيه اجزاء في المسأل ان انا لو عايز اعمل حاجة يبقى فيها ديش تابين فورم تاعي يبقى مور اكيرت ففي بعض الحاجات الحقيقة ممكن تبقى لها واضحة على طول في الاندستري ممكن تطلع بعد كده منها برودكت تبقى لها اج بالنسبة للحاجات الموجودة في الماركت اشتركوا في القناة